إن لله وإن إليه الراجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى يعني الإذاعية المشهورة أبلة فضيلة والتي ماتت عن سن نهزت في التسعين يعني فجر اليوم في اليوم الأول من رمضان من هي أبلة فضيلة وما عملوها وما لماذا ارتبطت في أذهان الكثيرين من أطفال مصر أو أبناء الشعب المصري هذا ما نتحدث عنه ماشية الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سلنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد اليوم توفيت فجر اليوم السيدة المشهورة باسم أبلة فضيلة وهي اسمها فضيلة توفيق عبد العزيز لكن اشتهرب بين الناس بأبلة فضيلة وببرنامجها الشهير الإذاعي في الإذاعة المصرية ببرنامج أبلة فضيلة كانت مشهورة بصوتها الإذاعي المميز رخامة الصوت الطريقة الإلقاء نفسها هذا ما نتحدث عنه ولذاك اشتهرب بأبلة فضيلة وأبلة هي كلمة مصرية وأصلها تركي الأبلة معنى الأخت الكبيرة وأيضا تستخدم في الصلاح العربي أو المصري وبلاد العربية معناها الأخت الأكبر يعني ولعلها أرادت هذا المعنى لتكون أختا كبرى للأطفال وللأمهات ما تبقاش ماما كذا كما رأينا بعض المذيعات تسمت ماما نجوى ماما سمية ماما كذا لكن اختارت الاسم الأفضل لها أبلة فضيلة سواء أيضا أبلة في العرف المصري لها أكثر من معنى الأبلة الأخت الكبيرة أو الأبلة التي تعلم والحقيقة أن أبلة فضيلة قامت بهذين الدورين دور أن هي أشبه بالأخت الكبرى أو المعلمة كلاهما كانت في برنامجها تقوم بهذا الدور خير قيام وأفضل قيام أبلة فضيلة وردت سنة 1929 وهي من أسرة نشأت فيها لها تلبت بنات وابن وأخ يعني هما ثلاث إناث وأخ وأختها يعني الفنانة المشهورة سمية توفي رحمها الله أيضا توفيت منذ أظن سنتين أو ثلاثة وكانت مشهورة أختها بالنضال السياسي والمواقف السياسية وكذلك ابنها بارك الله في الجميع وربنا يرحمها تقبلها في الصالحين أبلة فضيلة نشأت تعلمت في مدارس المعروفة والتي يدرس فيها أبناء الطبقة الراقية وتخرجت دخلت بعد ذلك كلية الحقوق لتتخرج وتعمل محامية ولكن ويانا بتعمل محامية اتعمل بروح المربي مش بروح المحامي القانوني فكان هناك قضية معروضة في المكتب الذي تتدرب فيه وكان هذا المكتب مكتب وزير النقل ففوق زميلها في العمل أنها ذهبت تصلح بين أطراف الخصومة يعني الموكل والخصم فنمى ذلك إلى زميلها فأبلغ صاحب المكتب فقالوا لها يا أستاذة فضيلة احنا بنعمل بالمحامية مش بنعمل جمعية إصلاحية وإحنا أكل عشنا هذه الخصومات والقضايا والترافع وإن نكسب القضية أنت عملك ده ينفع في الإزاعة في التمثيل في العمل الاجتماعي لكن هذا لا يصلح بالمناسبة من كان يقوم بنفس الفعل أيضا من المحامين المصريين الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل في بداية حياته الحقوقية يعني أنا أذكر مرة كان الشيخ عبد المعزة بالسطر رحمه الله بيسأله هل لازلت على نفس مبدأك؟ قال له لا بطلت إن كان الأول يبدأ قبل السعي الذاب إلى المحاكم والقضايا يحاول أن يحل الأمر وديا المجالس العرفية وقال لا لأن بعض الناس لما بيكون ظالم وعليه الحق يتخذ ذلك ذريعة للمماطلة في إطالة مدى أخذ الحقوق فبيكون بخصارة على الموكل يعني المهم إن بعض الناس يعني يعمل بهذه الروح فجاءتها فرصة العمل في الإذاعة ولقيت في الإذاعة بابا شهره فقالت له أو بابا شهره فقالت له أنا يعني نفسي أعمل برنامج أطفال لا ده شغلي ثم انتقل للتلفزيون بابا شهره فرأت أن هذه فرصة لتعمل برنامج للأطفال في الإذاعة المصرية وفعلا عمل البرنامج يعني ظل سنوات طويلة مميزا بها وبصوتها وبحكاياتها والأقاصص التي تقصها واشتهرت بين مشجيلة فقط أجيال سبقتني وأجيال أتت يعني تربوا على صوت الإذاعة المصرية وعلى صوت أبل وفضيلة خاصة كان اسمه إلى ربات البيوت يعني المرأة التي في البيت والأطفال كذلك لتغرس في الأم أخلاقا نبيلا وفاضلا وفي الأبناء قصصا يشجع على الخلق النبيل القويم وعلى فن الحياة وكيف نحيا في حياتنا حياة سليمة خلقا وتربية وأصولا وعملا وسعيا وتحقيقا في الحياة الحقيقة لو بس رجعت على الأرشفات وسمعت أي حلقات التي تسجيلتها موجودة تلقوها ستشعروا بأننا فقدنا رمزا قويا في مسألة برامج الأطفال طريقة رقم واحد أولا اختيارها للقصة وحسن اختيارها كان اختيار في معظمه اختيارا موفقا رائعا سواء وراها إعداد أو هي من نفسها لكن في النهاية طريقة الإلقاء تشعرك بالإيمان بما تقول يعني احنا طبعا كلمتين ونص برنامج الأستاذ فؤاد المهندس الله يرحمه كان بيكتبوا الأستاذ أحمد بهجت لكن الكتابة غير الإلقاء إلقاء فؤاد المهندس بطريقته المعهودة مش كده ولا هذا الطريقة التي تؤدي بالذات في العمل الإذاعي لأن الإذاعة تعتمد على السمع فإذا لم يكن الإلقاء رائعا بديعا قويا لن يؤثر أبلا فضيلة نفس الطريقة يعني أو بتقرأ قصة لكن لا القصة كأنها يعني بتحكيها بطريقة تجعلك تعيش القصة تعيشها فطريقة الإلقاء أولا الاختيار الإلقاء العاطفة التي تبثها من خلال ما تقول أيضا لمسألة يشعر بها من يستمع لصوت أبلا فضيلة في الإذاعة رحمها الله الدرس اللي نستفيد إيه من حياة سيدة فاضلة كأبلا فضيلة وفعلا هي اسم على مسمى رحمها الله يعني وربنا جعل لها من اسمها نصيب أن تكون ناشرة للفضيلة بين الناس هذه اسم على مسمى يعني إن الإنسان بيقدم عمل ويعمله ويمضي يطلع معاش وطبعا توفيت في كندا عند بنتها وأعلن بنتها عن الدفنة غدا لليومعة وأدعو كل الأهل الفضل اللي في هذه البلدان اللي هي قريبين من المكان اذهب للصلاة عليها والدعاء لها بالرحمة المستهدف من هذا الهدف إيه إني عملك هتعمله ولن يضيع عند الله ولا عند الناس ما دام العمل عملا صالحا برنامج ورح وتسمع لكن كم معنى ترك في أذن طفل كم معنى في أذن أم وكم معنى في إنسان كم كذا بالأساليب المشوقة فالفن والإعلام والأدوات أدوات أنت تصنع بها الخير وتصنع بها الشر النهاردة الناس بتترحم على قبلة فضيلة لأنها قدمت ما ينفع يعني أمتها ووطنها وبني الإنسانية والبشرية ربنا سبحث على تقبل في الصالحين ورحمه رحمة واسعة ويجعل ما قام به في ميزان عاملها وحسناتها وخالص عزائنا لها والأسرتها الكريمة ونسأل الله أن يشفع فيها رمضان الذي ما تتفأو اليوم فيه وأن يشفع فيها عملها الصالح الذي قدمته طوال مسيرتها اللهم أمين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة